الحق انا لقيت ايه جوال فراخي الحق انا لقيت ايه جوال حمام بص بقى انا لقيت ايه جوال الحمام عندي بصوا الحباية دي بصوا حباية صغنونة كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم حباية بقلبي يا رب تكونوا بخير وفي صحة واحسن حال مبدئين كده قبل ما ابدأ الفيديو عايزة اشكر اخواتي اخواتي وضهري والسندي بجد علتي المتوضع اللي في اليوتيوب بجد اللي اكتسبتها في حياتي واحسن حاجة فعلا حصلت لي في حياتي هو انتم والله اخواتي وحبيبي في الله الناس اللي ما شفتهاش بجد وبيحبوني لله وانا والله بحبهم لله فعلا بحب اشكركم على تعليقاتكم وعلى كلامكم الجميل وعلى دعمكم ليا وتشجعكم ليا وكلامكم بجد المحفز اللي شجعني ان انا اكمل وان انا استمر وان انا انزل فيديوهات باستمرار بحبكم في الله يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا ربنا يا رب ما يحرمنيش منكم ابدا وطبعا يلا بقى نشجعوا فعض كده والنهاردة هنعمل فيديو قوي جدا جدا ان شاء الله اطلب مني كتير قالولي اعمل لنا فيديو جامع زغاليل وبرده في ناس قالولي عايزين نعرف ازاي نقدر نتبح الزغاليل لوحدنا اوريكم النهاردة ازاي بتتباحوا الزغاليل لوحدكم من غير مساعدة اي حد وكمان ازاي بتشيلوا الحوصلة بتاعة الحمام او احنا بنقول عليها كلمة تانية هقول لكم برضو عليها خلال الفيديو هتشيلوها ازاي من غير ما تتقطع منكم ولا يجرى لها اي حاجة يعني بصوا هنا انا بقول لكم هتتباحوا ازاي الحمام بصوا خلي بالكم تتباحوا في الحتة دي هنا بحيث ان انتم لما يعني في ناس كتير بتشتكي طبعا هلما بتيجي تحشي الرز في الحوصلة بتاعة الزغاليل بتتقطع منها او الرز بيطلع منها لانكم بتتباحوا لتحت يا جماعة ركزوا في الحتة دي هعمل لكم اوريكم المشاهد تاني بصوا يا جماعة كانت حماتها الله يرحمها بجده اللي علمتني الدبيح والله الله يرحمها ويغفر لها يا رب ويجي على المسواها الجنة قالت لي لما تيجي تتباحي تتباحي في الحتة دي ركزوا لفوق مش لتحت في ناس بتتباح لتحت كده فبالتالي طبعا لازم الحوصلة تبقى مفتوحة بصوا اهو بيتباح في الحتة دي انكم لو دبحتوا لتحت بقوا الحوصلة بيبقى آآ واسع مش داية احنا لو تلاحظوا لما اطلع دلوقتي قدامكم الحوصلة حواريها لكم زي ما هي كده على بعضها لو الحوصلة بقها وازع فبالتالي ما بتيجي تحشوها الرز فبتيجي يطلع منها الرز بكل سهول لكن انا بتبح لفوق بحيس ان الرقبة بتبقى شبهة مقفولة فحتى لو حشناها رز ما بيطلعش منها الرز نهائيا بصوا بقى دي انا قلت لكم على اول سر واول تركزوا بقى في وانا بشيل في الحوصلة او الشلة زي ما احنا بنقول عليها هنا بالوحاتي يعني بصوا انا بعمل ايه اهو انا مش هتكلم خلص عايزيكم تركزوا كده وتتفرجوا انتم مركزين ركزوا بصوا انا بعمل باصباعي كبير ازاي بصوا بخليها الاول وبعد كده ما بشدش لانا لو شديت ممكن تتقطع مني شيلت الناحية الشمال وبشيل في الناحية اليمين ركزوا بقى في الصبع ده بصوا ركزوا في الصبع ده انا بعمل به ايه اهو بصوا بصوا انا بعمل ازاي اهو بزقها اهو بصباعي كبير بالشكل ده بزق بالراحة كده وبشد بشويش خالص علشان الشلة ما تتقطعش مني اهو اهو بصوا كده انا طلعت طلعتها الناحية اللي عالمين والناحية اللي على الشمال هي فكرة على ناحيتين بتبقى على ناحيتين ناحية عالمين وناحية على الشمال ببتدي اشد الاول اه اعملها من الاول وبعد كده بشد بالراحة اهو لحد ما بان معي المصران اللي هو على بعضه اللي هو بوصل بالقنصة بتاعت الحمام فبتدي ايه بقى اشده بالراحة كده وارح اطعام من القنصة نفسها تمام بالراحة برضو بصوا بقى اللي انا لقيته في الحمام زي ما برضو في عناوين بتبقى مفرقعة كده وبتجيب مشاهدات واو يعني في ناس اقولي الا ما رحم ربي يعني بيوداخلين عشان يشوفوا ايه اللي جو ايه اللي صاحبة الفيديو لقيته جوى الفراخ يعني فيه ناس بتقول الحق انا لقيت ايه جوى الفراخ الحق انا لقيت ايه جوى الحمام بص بقى انا لقيت ايه جوى الحمام عندي بصوا ده فول يا جماعة فول ايه والله لقيت فول بصوا الفول هي قد ايه الناس برضو حبيبي اللي بيقولولي احنا مش اه الفول مش بيتهضم ازاي الحمام او الزغلول اللي قد كده يبلع الفول اللي قد كده وتتهضم بصوا الزغلول زغلول ماشاء الله لسه صغيرة وبصوا الفول قد ايه وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك. واكل الفول. انا عايز اوصله لكم يا جماعي ان الحمام ما عندوش اي نعم معدة يهضم فيها. لكن عنده الحصالة دي بتهضم الحديد. بيبتدي يعمل الاكل. لما بيأكل الاكل بيسيبه في الحصالة عنده شوية. لما الاكل ده يبتدي يلين. طبعا مع التحديق والحصة اللي هو بيبقى في التحديق ده الحصة ده بيعمل على هرس وهضم الاكل. فزي ما انتم شايفين كده الفول كبير قد ايه? بس طاري. يعني انا بكسره كده طاري. طبعا هو لما اكله كان ناشف. ابتدى بقا يلين لما سابوا ايه فترة في الحصالة. تمام? هنا باوريكم المية. انا المية بتاعت الحمام اللي هصمت فيها الحمام مش بتبقى تبقى مغلية. لا. المية بتبقى منملة. يعني ايه منملة? يعني قبل ما تدخل في مرحلة الغلايان يعني بحط ايدي فيها كده يعني يا دوب ما بقى استحملهاش بمعنى الصح ما بستحملش ايدي. بس ما تغلوش المية. دي نصيحة علشان لو عايزين الحمام يطلع نضيفه زي الفل كده. ما تغلوش المية. اهو. وبصوا طريقة طريقتي وانا بصمت الحمام اهو. يعني بقلبه على طول مش بحطه واسيبه. لا بحطه وراح مقلبه. واشيله. اول ما بلاقي الريش طلع معي. بابتدي ايه? اروح شايلها على طول. وبابلو بعد ما بشيله وبابلو مية. اهو واشتغل في على طول. زي ما انتم شايفين اهو احنا حطيت اتنين تاني. بصوا اهو. اهو. بقلبه على طول اهو زي ما انتم شايفين كده بسرعة. طبعا انا المقطع ده انا مش مسرعة علشان ايه? عايز اوريكم كل حاجة. هنا لقيته لسه لقيت الفردة دي لسه. بس اللي جنبها خلاص. اهو بصوا بقلبها وروح شايلها على طول. اهو. بصوا باشيل الريش لقيته تشال معي باشيل على طول. ابتده اشيلها على طول. وروح بلاها مية ايه ساعة? مية ساعة ملحنفية يعني. تمام? اهو. رح محطة في الحض على طول بابلو بمية ساعة. وابتدي بقى ايه? بنظف. بنظف ازاي? هوريكم برضو دلوقتي في طريقتي في التنظيف. اللي انا عارفة طبعا كلكم ستات بيوت شطرين وممتازين. ما شاء الله عليكم. انا هنا بقول لكم ان انا حطيت كيس طبعا زي ما شفتوني كده في الحالة دي. من الاول عشان بحط بجمع فيها بقى الريش وبجمع فيها الاحشاء والحاجات بتاعت الحمام وبرميه اه ده طبعا برميه في الزبالة ببعيد ما بحطش الحاجات دي ايه للفراخ. تمام? اهو بصوا. التنظيف بصوا يا جماعة تنظفوا ازاي? اهو. زي ما انتم شايفين كده مش اناتش في الريش تنطيش. لأ ما بنتش الريش. لأ انا بصوا بمسح مسح كده. بحاول امسح مسح كده. وانا بمسح مسح بيطلع الريش الصغير مع الريش الكبير. برضو زي ما بقول لكم كلكم ستات بيوت شاطرين وبتعرفوا تعملوا كل حاجة وكلامي ده لبناتي واخواتي الصغيرين لسه اللي بيقولوا او اللي لسه الف به مطبخ او بيتعلموا بمعنى اصح لان الفيديو ده تطلب مني كتير او يعايزين نعرف طريقة تنظيف الحمام ودبيح الحمام. وازاي بتشيل الحصالة والكلام ده كله. انا عاملة بيه في فيديو قبل كده وبرضو قلت لازم اعمل لكم برضو في فيديو جديد لحباب اللي لهم لسه دخلين جديد عندي في القناة. فزي ما انتوا شايفين كده بصوا ببتدي الاول بمشي مع الريشة او بمشي مع منبت الريش في الظهر وفي البطن وبعد كده باجي عند الحصالة بنظفها بالراحة. زي ما شفتوني كده بشيل الريش بس برضو مش بنتش تنتيش. تمام? عشان الحصالة طبعا الجلد بتبقى يعني ايه بخاف تقطع وكده وما تضحشيش يعني من الناس اللي بتحب يعني الحمامة تبقى على بعضها يعني وكده والشكلها حلو تمام? وبيجي بقى طبعا تحت الحنفية هو بالشكل ده بصوا طبعا لما انا نضفتها من الاول وزي ما بيقول لكم مسحت مسحة كده يعني بتجرود وجرد كده بيطلع الريش الصغير مع الريش الكبير ما بيغلبنش بعد كده لكن لو نتش تنتش بيفضل الريش الرفيع ده بيغلبكم جدا في التنظيف بعد كده بصوا الحمامة بصوا بسم الله ما شاء الله بقت زي الفل. بقت فلة في ثواني والله ثواني ما بيخدش مني وقت خالص الحمام على فكرة في التنظيف. اهو بصوا بقت فلة. دلوقتي بقى هوريكم ازاي بعمل ايه باشيل الزواج بتاعت الحمام بمعنى اصح. هنا بصوا اهو. طبعا الناس اللي هي عايزة تشيل الراس خالص عادي مش مشكلة تشيلها مفيش اي مشاكل. هنا بصوا انا بوريكم الرجلين انا بشيلها ازاي في ناس بتقطعها لتحت. لو قطعتوها لتحت لو قطعتوا الرجل لتحت يا جماعة بصوا هنا. انا هنا هبطاقها عشان هوريكم بالراحة بصوا اهي. بص انا بكسرها ازاي. بحط السكينة وبدوس عليها دوسة خفيفة كده بان عضم الحمام يعني ما بي مش بيستحمل. تمام? فبدوس عليها دوسة خفيفة كده وبشيل الرجل. لو شلتوا الرجل او قطعتوها لتحت كده مش هتعرفوا تحشوا الحمامة او مش هتعرفوا ايه? لما تيجوا تحشي الحمامة هتلاقوا ايه ما فيش رجلين اساسا تقفلوا بيها الحمامة من تحت. هنا بقى ركزوا في الخطوة دي جدا جدا. عشان برضو ناس اللي بتحشي فريكي. ناس اللي بتحشي رز ميطلعش منها رز. بصوا الحباية دي. بصوا حباية صغنونة كده. اهي. اهي في الحمامة. ما بتقطعوش وراها. لو قطعت وراها. الحتة دي بتوسع جامد. فبالتالي بيطلع منها الرز. لكن هنا بصوا تقطعوا فوق منها. برضو ده من ضمن التعليمات بتاعة حماية الله رحمة. وبقطع قطعة خفيفة. كده وبعد كده بصوا بسن السكينة كده بحيث ان هي القطعة الفتحة. بصوا يا دو بتدخل صبع واحد او سبعين بالكتير. اه وبصوا وبعد كده بقى افتح عليها الحنفية بحيث ان الماء لما بتدخل اه بتفرغ المكان او الحمام لما بتتمل بماء بيبقى ساهل اوي ان انا ايه اشيل المصارين بتاعت الحمام بقى والكبدة والقنصة والاحشاء بتاعت ايه الحمام بكلسه. فبصوا اهو اشيلتها ومظفتها بسم الله ما شاء الله. والفتحة ايه بصوا معي يعني صغيرة ازاي ما وسعتش خالص. لما اجي بقى احشية هتبقى مريحانة في الحشف. مش هيطلع الرز منها نهائيا. وهنا بصوا انا هو بشيل المصران ازاي? بفتح الماء من فوق بدخلها من هنا. بطلعها من ناحية تانية بحيث ان انا اتأكد ان الحمامة نطفت خالص. والغاية مميتة بتبقى مضيفة زي الفل. ما فيهاش اي حاجة خالص ولا فيها دم ولا اي حاجة. وبعد كده بقى ايه? ببتدي اهو. زي ما بقى ازاي ما انتوا شايفين كده بحط رجلها بالشكل ده. وابتدي بقى ايه اشيلها. وهوريكم دلوقتي انا هنقعها في محلول دلوقتي. محلول ما بيخليش فيه في الطيور عامة المحلول ده انا بعمله لطيور كله حتى الفراخ البيضة مش البلدي بس. فما بيخليش اي زفارة في الطيور نهائيا بيسحب اي زفارة. هنا طبعا دي الانصة. عايز اوريكم بس الانصة انا بفتحها بنظفها من جوه ازاي اهو بص انا بشيلها بزي ما هي كمان. بص بعملها بطريقة كده معينة يعني بفتحها كده بحيث ان انا ما بنزلش بالتاح. فالانصة اللي هي من جوه دي بتتشاه زي ما هي مقفولة كده زي ما هي. حاطيت طبعا الحمام هنا في في البولة دي. وبحط عليه ملح ولمون واسمه ايه دا ودقيق. مش بحط خلي يا جماعة في في النقع بتاع الطيور. مش بحط خلي نهائيا الا في الفراخ البيضة قبل ما اطبخها مثلا خمس دقايق بس. لان الخل مع النقع في الاول خالص بيثبت ريحة الزفارة. يعني بعد ما بضيع ريحة الزفارة من الطيور ممكن احط لها خل في النقع الاخيرة. لكن طالما هنقع طير من الاول كده بحط لها ملح ولمون ودقيق بس. تمام? وهعملها كده اهو. وخلاص على كده. وده الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون الفيديو الخفيف عليكم. ويكون فعلا الفيديو مفيد وتستفادوا منه. ولو استفدتم الفيديو يا ريت ما تنسونيش من لايك واشتراك وتفعيل الجرس. واعملوا شير لحبيبكم او اي حد تحس انه الفيديو هيستفاد منه. وبرضو لو عايزيني اطبخوا معاكم او اعمل لكم طريقتي في طبخ. بعمل الروز برضو بطريقة مميزة وحلوة. طبخوا وحشو الحمام برضو اكتبوا لي في التعليقات. احبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.